المنشطات والترامدول فأنت عندك كوارث في مستقبل الكورة وفي النظام الكورة لعلى مستوى المدربين ولا على مستوى الحكام ولا على مستوى اللاعبين ولا رعاية الناشئين ولا المسابقات طيب أقول لك عاجة تانية خلينا بقى في الفوق شوية ده ده تلال من أنت بتقوله ده سبب الكارسة في القاعدة الكبيرة طبعا طب تعالى بقى اللي اللي عايزين يلعبوا كورة ويصرفوا عليها اللي ديها الكبيرة اللي وراها بعضها وراها جماهير والبعض الآخر وراها مستثمرين جدين بيحطوا فلوس كتيرة طيب إزاي هنفضل نلعب وإحنا بنقول يا جماعة 18 نادي مستحيل إن الموسم يستمر على كده مش عارفين نفرض موسم استثنائي يزبط لنا الأداء ودينا الفراغات اللي أولا تسمح بالرحات ثانيا تسمح بالمنتخب يبقى عنده وقت يقدر ياخد لعيبة ثالثا بفرق الأندية تستطيع إنها تطلع وتلعب في جولات أو تستقبل فرق عشان تنمي مواردها وتسوق لعبتها هلما جر علشان كمان إن المصابين يلحقوا تعالجوا عشان كمان إنك تقدر تعمل جداول ما تكونش هي سبب القضاء على قدرات اللعيبة بالإرهاق المستمر المتتالي موسم عبر موسم أم الكوارث دي ورغم كده محدش راضي يتصدى بجدية وبقرار فوقي حاسم فهذا الأمر حتقول لي تسويق مش تسويق لا التسويق يستطيع أن يحل بطرق كثيرة جدا فمعرفش أنت موفقني في الحتة دي معاك هو نقدر أعترض لا بتقدر أنا بقدر أنا بس لما تقول لي أنت لمسح حاجة وقول لك حاجة واحدة يعني برضا لا لا أنا أنا بسمعك وموافق على تسع تعارف أنا بقول لك ده أنا أنا موافق على كل كل كلامك أنا شفت واقع معاك حاجة واحدة واحدة بس كويس واحدة ما هو واحدة بس إن أنا مقتنع تماما إن المدرب الوطني أهم المدرب الأجنبي للمنتخبات لإن مدير المنتخب المدير بتاع المنتخب مش واحد بيتطور أداء ده بيجمع لعيبة جاهزة ومواهب عبرت عن نفسها وسلوكيات عبرت عن نفسها ويحقق بالقدر من الانسجام ويدرس المنفسين والغرض من المصابقات الراحة يلعب عليها ده دوره إنما لا تطوير مستوى ولا ياخد لعيبة جاهزه ولا الكلام الفارغ ده ده دور لندية دور حد تاني طول ما إحنا عمالين نفكر إن عايزين المعلب إيه بعت بره عشان يتعلم صح طب إنت بتعترف ليه وبتسلم ليه بترمي الفوطة ليه أنا وقاعك الداخلي ما بيعلمش صح ما تبتدي تعلم صح الكلمة الكارثية إن أي لعيب تجيبه يبقى بيأخذ عشرة واثناشر وخمساش مليون حلمك إيه يقول لك احترف وإنت كنت بتعمل إيه قاعدة على القهوة ما أنت محترف عشان مش محترف عشان نظامك ما أخضعهش ليعترفك هو فاهم إن محترف لازم يجبه بره يعني أجنبي بص يا جماعة هي برضو طبعا هي المشكلة في أزمة الفكر كمان لأنه أنا أقولك وقع على حكاية الفريل الاستثماري زميل لنا في الأخبار رجل مسلمي ده رجل عامل في المؤسسة جيبي يقول لي ابن أخويا عند 14 سنة وفيه هو هنا من الجيزة وفيه نادي في الدورة الممتازة فيه واحد عرض عليه يوديه وياخد منه 45 ألف جنيه قلت له يا ابن إزاي راح موريني المحادسة اللي على التليفون بين أخوه وبين الاستثمار وهيقابله الساعة مش عارف كام على قهوة في القصر العيني عشان يوديه النادي وياخد الفلوس وبيقول له إيه أنا كل اللي هاخده من الفلوس دي 5000 والأربعين للنادي والأربعين للنادي وبيقول له هجيب لك وصل بيهم فالراجل جاي بيقول لي كان مسك قطاع الناشئين في النادي ده نجم أهلاو كبير واخده لك كلمته يا كابتن قال لي أنا سبت العمل عشان كده لقيت الدنيا بايزة والمدربين مع السمصرة مش عارف يسيطر عن موضوع كابتن علاء نبيل شايف الكلام ده كله فبقول قدمت استقالتي ومشيت قال لي والنبي رئيس النادي فلاني الفلاني عشان ما كانش مقتنع بالله أنا بقولهله حجم الكارثة ابعتله بعدتله وبعدتله الشيات بتاع الراجل رجع كلمني برضو باسلوب هو راخر مش عارف يعمل ايه انه المدربين بالوكلة بالسمصرة بقت شبكة مش قادر يسيطر عليها عشان كده بقول لكابتن علاء نبيل ده جيوب الفساد اللي لازم انتضرب في قطاعات الناشئين لو عايزين نبدأ صح وتقدر تقول ان كنت اي نادي يثبت ان عنده فكر زي كده بيبيع الوهم للولاد واسرهم ينزل درجة اللي بعدين يتمنع من المسابقة لو اتعاملت في نادي او اتنين يا حزيزي أبراهيم طبق طبق اللعب المالي النظيف الاول طبق تعليمات الاتحاد الدولي على المسابقة الخالدة العريقة بتاعتك الاول طبق هذا الفكر هم مستثلين يا جماعة اللعب المالي النظيف مش كلمة دي لتأمين عدم التلاعب والمرهنات وغسيل الاموال ده حاجة في منطار خطورة يا جماعة لازم نطبق ما يطلبه الاتحاد الدولي وانا مستغرب جدا الاتحاد الدولي زي ما كن ره مرفوطة معنا انا فاكر ان من 15 سنة واللي اكتر كنت باسمع الجملة دي اخر مهلة لتطبيق نظام المالي السليم كل ده ورق بيروح يتستف كل الرخصة لن تمنع الرخصة الا اللي عنده واحد اثنين تلات ارماء على الورق كله يتستف يستف استاذ ابراهيم ما فيش يعني 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 ده الناس عمالة تشتيك بعضها ما حدش عارف يش هور على الخلل للأسف طيب نظام عشوائي فيه كل التفاصيل المؤلمة ديت هل مشكلته انك تجي مدرب للمنتخب هل مدرب للمنتخب ايا كان هو مين مرحليا هيعمل ايه هيتعامل مع الاسماء اللي موجودة في الدور الممتاز ستة من الال وثلاثة من الزمالك واثنين من بيرامز ويجيب بالبيت المحترفين ولو نجح بقينا حلوين لكن انت في الاساس تحت ديك شايف الصورة القاتمة جدا اللي فعلا محتاجة نسف في كل تفاصيلها هل الكابتن علاء نبيل يقدر يعمل حاجة من المدين الفني عنده 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 فكرة على كل المشاكل عنده الخبرة وعنده الضراية وقال وانا له هنسجل لك وانا رأيي ان الكابتن علاء نبيل يبدأ في سلسلة من اللقاءات مع الجاد دين في هذا الامر لان اللي عملت بالقوة التقليدية هتخش مش هتخرج من المناقشات والراغ والتنظير على بعضيكم نقي الناس الجادة المهيئة واسمع واخد خرارك وتحمل مسؤولة مش ممكن في يوم الايام تجيب الكابتن الجهري رحمة الله عليه عشان يمسك مدير فني ولما يقول لك نظام تقول له لا يقول لك ماهنو كده معرفش تستغث تقول له مع السلام مش هصل تقول له كده لا مش هتنفذ اللي انت بتقوله ده صحيح بفكر انتمائي ضيق لانه استكدت عايز سامل كده عشان ينادي الفلاني والفلاني يعني لا هو كان مختصم الآلي زا كان عامل عشانات الآلي هو كان بيفكر في المتخب تاتة عشرين ها البي تيم ده عندك لعيبة مش عارفة تلعب هتقولي مكدسة يبقى الحل ايه وزع وزع لاندي لا مش ده الحل سبني ارعا اللي انا اقدر عليه بس انت لازم تعمل لي مسابقة يوم المباراة حتى دي كانت وسيلة تسويق سور احنا كنا في عزي الهواية محترفين كان ماتش الماتشات الكبيرة قبلها ماتش اللي نشعين وانا سروح بدري وتنبسط ما تعمل كده احنا احنا اعمل درع عام يلزم بيه اعمل مسابقة من المسابقات احد المسابقات درع عام زي المرتبط بالصف واعمل البي تيم ده انه يلعب قبل الفريق الاول حتى اولا حيبقى الفريق تلي بيلعبه اجهزتهم الفنية شايفة الناشئين والاحتياطي بيلعبوا ويبقى الناشئ والاحتياطي بيلعبوا ضم جمهور وفي الضوء وبيقيم وفي مسابقة قوي وملعب كويس ومبسوط طبعا مش مش مايقعدش يقولك انا ما بالعبش وطموحه باين للمدير الفني ويتعود على كده وانت بتعرف تاخد منه الجاهز اللي حصل عندك اصابة ده تنشيط كمان للجمهور ان الجمهور هيجي بتذكار احد المطشيط مش انت بتقول التسويق اه اعمل لعدد فرق اهل وانت في الحالة دي بتعمل رعاية المطشيط لفرقتين بالزبط يبقى ضعفت عدد اللعيبة او الفرق اللي انت بتعملها رعاية يعني اذا كنت مثلا بتعمل 18 اعمل 14 كبداية قبل ما تصل ال 12 اللي انا شايفها كافية جدا اي اللي هيقبوا 28 28 فرقة بتلعب في مسابقتين اي في نفس التوقيت مش هياخدوا وقت لان ده قبل ده هتقول لي الملاعب ما تستحملش الملاعب كترت قوي مه الستادات موجودة على فكرة التجربة المغربية بيستقطع جزء من العوائد لصيانة الملاعب جزء من عوائد البس وياخدوها جدول ده في شخصية كبيرة هي مسكة المشروع الملاعب يا اخي والله انا انا بتهيألي الدولة مستعدية بس تعمل البنية التحتية لو شافت عامل جيد احنا في يوم القام جبنا مش عارف عشرة ولا خمساشر المدرب بتوزع المحافظات يعني كان فيه انا مش عارف مدربين اجانب في المحافظات يعملوا ايه في المحافظات انت عندك اهل مدربين الاول وعدك عمالة محتاجة اه طبعا محتاجة شغل والمؤسف ده باشماندس واذا تحاول الموضوع انه بتصرف على الكرة اكتر واذا تحاول الموضوع احنا بنصرف اكتر من غيرنا لتجارة اه اشطب المدرب اللي يزبط انه استغل دي انه يعمل تجارة على الغلابة اللي في المحافظات شطبو امنعهم العمل اه طبعا لاندخيانة امانة لكن هتجد في الاخر هتفرز ايه الجدين اللي عايزين يعملوا حاجة لازم من واجهة حاسمة والاندية اللي فتحة ابوابها للافكار الاستثمارية في بيع الوهم للغلابة هل يا استاذ المراد يتقل لها شوية في الولاد السؤال بقى هل الموضوع الجد اللي احنا اتكلمنا دا لادد عن ناس ولا زهقوا من ناد عليك ان تقولها وترحل قولها وذهب انا اظن في ناس بتكلمك في اللي انت قلته طبعا فدول اللي انبسطوا هو انت في النهاية